نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت اقترح خلال زيارته لواشنطن نشر قوة عربية لفترة انتقالية محدودة على أن تتولى تأمين الرصيف البحري الذي تبنيه أمريكا ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي القول أن هناك تقدبا بمقترح جالنت بتولي قوات عربية مسلحة مسؤولية توزيع المساعدة بغزة من جهاته أكد مسؤول عربي لأكسيوس أن الدول العربية المعنية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين المساعدات لكنها قد تفكر في إرسال قوات لحفظ السلام بعد الحرب